اشتركوا في القناة من الممكن ان اراها في المنام تبشرني بالسعادة وهذا هو العنوان هناك رؤى تبشرني وتدل على ان هناك سعادة قادمة ان شاء الله او رؤية معنا وهي رؤية الشاب الاعزب لخياطة الصوف في المنام هذه الرؤية تبشره بالسعادة رؤية المرأة المتزوجة للحل وسعادة قادمة اليها رؤية المرأة المتزوجة لأكل البسبوسة في المنام او السنبوسة سموها زي ما تسموها فهذه الرؤية تبشرها بالسعادة مع الزوج ان شاء الله تباركا تعالي رؤية شراء الحلوة ولكن للبنت العزباء هذه الرؤية تبشرها بالسعادة ان شاء الله تباركا رؤية أكل القمح المسلوق اللي احنا بنقول عليها البليلة يعني قمح أضعه في ماء يغلي وأبدأ أتناول هذا القمح من الماء المسلوق أو هذا القمح المسلوق من الماء الساخن فهذه الرؤية تبشرني بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية الصوف في البيت للمرأة الحامل سعادة قادمة إليها رؤية البنت العزباء تشتري القمح سعادة قادمة إليها إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية عدد من السنابل طيب قضية أعداد السنابل أو عدد السنابل رؤية عدد من السنابل فهنا قال العلماء أن بكل سنبلة سنة سعيدة يعني نفترض مثلا رأت سبع سنابل بقى سبع سنين إن شاء الله سنبلتين أو سنبلة على عدد السنابل تكون السعادة إن شاء الله تبارك وتعالى رؤية مستشفى المجنين تخيلوا إن رؤية مستشفى المجنين تدل على السعادة لأنهم أساسا المجنين بيشعروا بسعادة هم مش موجودين معنا أصلا فالعملية بالنسبة لهم عادي يعني فرؤية مستشفى المجنين تبشر الرأي بالسعادة رؤية وضع الحناء على اليد أو الشعر أو القدم للمرأة المتزوجة هذه الرؤية تبشرها بالسعادة إن شاء الله تبارك وتعالى تظروينا في اللقاءات القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته